اه. طب خلينا هنقف عن دي ونروح بقى دي. احبيب 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 اقولي لي بدأنا سكواش ازاي انت بنت الناد الاهلي وبدأتي في الناد الاهلي وتلعب وغيرتي مستمرة في الاهلي. اقولي لي. شمعنا اسمعنا سكواش. يعني دايما البنات بيروحوا صباحة يروحوا تانس يروحوا. سكواش بالتحديد ميه? انا اجربت صباحة بس عشان اعرف عهم مش عشان حاجة يعني. واسكواش انا اقول لك ايه هو عشان هو مستقبله حلو قوي في مصر. يعني زي ما هراك عارف ان سكواش جامد قوي في مصر احنا متصدرين العالم وجامدين قوي فيه. فهو مستقبله جامد والدولة مهتمية بيه. فهو يعني مستقبله حلو. وانا صراحة حبيت اللعبة يعني انا في الاول. ما كانت شريختي يا رأي وجد صغيرة يعني. فبس لما يعني كبرت وكده لقيت ان انا حب اللعبة قوي مكملة فيها. بكلمت بصراحة شديدة حب اللعبة جاء عن طريق اكيد حد. يعني اكيد شفتي حد قدامك فحبيت لعبة السكواش. او انا يعني اه اه بحبة رانيون وليلي اوي 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 يعني. ان شاء الله. يعني هي السبب في اللي تلعب سكواش. او يعني اطب ورشاية. وببعي برضو كان عايزي لعب من سكواش وممزي. وابا. كل العيلة. لابتي مع رانيون الوليلي داخل الملعب? لابتي معها مرة واحدة بس. ومرة واحدة كده عملت معاي اعلان كده. طب قولي لي بقى كان شعورك ايه? طب ده شعور. مختلف عنا ده بقى. يعني انا ده بطلتين بلعب بعب بعب. لكن مع رانيون الوليلي بتاعتك ازاي اللي انت مع الملعب? ات مع الملعب. او كان بطولة جمهورية. اه فهما يعني هما ابطال العالم بلعب بطولة الجمهورية اللي هي عام ستوى مصر. فانا لعبت معها بس كانت كان شعور طبعا حلوة قوي يعني. وبسطة قوي ان انا لعبت معها وهي متواضعة قوي. متواضعة تكسبيها بقى المرة الجاية. هي دلوقتي بطلت. بطلت خلاص الموضوع. نحقتيها اللي عبت معها ماتش وخلاص. اه. ان شاء الله بإذنها تتواجدي على فيلم حافل الدولي.